السلام عليكم و اهلا بكم و حلقة جديدة من برنامجكم الو مكملين ليه في مصر الحكم العسكري بيعتمد على نظرية الدولة هي القمع الدولة هي اللي بتعرف اكتر الدولة مش مسؤولة الدولة بتتحكم الدولة محدش يسألها هي اللي تسأل الدولة هي كل حاجة بابا وماما وانور واجدي بس مش علشان تديلك علشان تاخد منك وتحسبك بينما في دول تانية بيعملوا وزارات للسعادة عشان المواطن يبقى سعيد علشان الدولة مسؤولة عن كل حاجة لدرجة ان في بعض الدولة العربية زي الامارات مثلا قالك ان هي الدولة مسؤولة عن سعادة المواطن في اي بلد محترم في العالم الدولة دايما بيتيجي على نفسها وتتحمل علشان ترفع العبق عن المواطن عشان المواطن في بلاد بيكون غلبان وفي بلاد تانية ما بيكونش غلبان بس في بلاد نحن المواطن غلباء عشان الدولة هي الطرف الاقوى الكلام ده بيظهر اكتر لما يكون فيه مصيبة او ازمة او جائحة او حاجة كبيرة زي اللي حصل كده ايام كورونا سمعنا كتير عن دول صرفت لشعبها اعانات بطالة ودت شركات بدل للخسارة وعوضت الناس اللي مصالحها واكل عيشها تعطل او تأثر بالازم لكن الكلام ده في البلاد اللي بيحكمها نظام محترم جاي بسندوق انتخابات عمل حساب لشعبه بيهم ويرضيهم لكن في بلدنا او بلدنا المسكينة ما مرش علينا النقطة من الانظمة عندنا انظمة يا اما تيجي بالدبابة يا اما تيجي بالتزوير والتجربة الوحيدة الفريدة اللي حصلت بديمقراطية حقيقية قتلوها في مهدها وقتلوا الراجل وقتلوا الرئيس عشان كده الشعب مش في دماغهم ولا فارق معاهم ولا شايفينه وانتو شفتوا من كام يوم كان السيسي بيتكلم مع واحد من العماء اللي اسمه حمادة افتكروا معايا ده كويس فحمادة بيقول له انا انتخابتك في المرتين السيسي قال له بمنتهى الصدق ومنتهى التصالح مع الزاد يا ولا يا حمادة تنتخبني ولا ما تنتخبنيش مش هي دير قصة يا ولا المهم ما نقدر اعملك ايه فهو فارق معاه ولا فارق معاه ولا مع الانظمة اللي جايب الدبابة الشعب مش فارق مش مش شايفك يا حمادة اخد بالك ليه بلاد زي بلدنا فيها نظام فاشل ومتعسر وبيفشل كل يوم اكتر من يوم اللي قابله كل حاجة بيدخل فيها يخربها ويبوزها ولما يتزن اياما يرمي على الشعب او يبص في لقمة عيش الغلابة ويختفها من نوعه اشتركوا في القناة